عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي اجتماعاً مع مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرنس للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق العاشر من يونيو الجاري أكد حجازي أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات المكثفة من أجل ضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وحصول كل طالب على حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية موجهاً مديري المديريات بضرورة التحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان وذلك حفاظاً على مصلحة الطلاب كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات ومنع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان وعدم التجاوز مع طلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش بما يضمن انضباط سير الامتحانات اشتركوا في القناة